نفت مصر بصورة قاطعة مزاعمة وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان أن تهافت وأكاذيب للدعاءات الإسرائيلية يتضح في عدد من النقاط ومن بينها أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة قد أكدوا عشرات المرات في تصرحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع